دائما نحب ندعم بنات الكويت وشباب الكويت في كل المجالات الاستاذة ريم العصفور واللي قدرت تفتح مشروع خاص صلى أكثر من سبع سنوات وما زال هذا المشروع قائم لكن انتقل من صغير إلى أكبر خصوصا أنه كان موجود في أحد المجمعات التجارية لكن انتقل إلى الهيئة العامة للصناع وكانت جرأة ولكن كانت مغامرة بس بالأخير لقى هذا العمل النجاح رح نسمع منها أكثر عن هذا الموضوع خصوصا النقلة النوعية راح تفحيحيل من المدينة إلى فحيحيل توقع المسافة طويلة لكن هي قدرت تختصرها بنجاح كبير نشوف هذا التغريب بدايت مشروعي لأنه كان عندي أطفال كنت أبي أجمع صورهم بطريقة مميزة فكنا نسوي الفوتو بوكس اللي هي الفوتو آلبوم صار عندي قدرنا نحين أتجل الكتاب خلال تقريباً ربع ساعة كنت أبحث عن مكان يوفر لي مساحة أقدر أشتغل فيها وبطريقة قانونية فتوجهت إلى الهيئة العامة للصناعة وقالوا لي عن مجمع فحيحيل الصناعات الحرفية والأمانة ساعت جداً لما سمعتنا تحت إدارة أجلتي لأن هم أجلتي معروفة أنها تحافظ على ستاندردز مالها بالشغل والأجار كان مستحيل لو ألف الكويت كلهم ما رأي حاصل بسمكم أرحب بالأستاذ ريم العصفور صاحبته بمشروع ممكن شفتوا جزء مننا بنعرف تفاصيلها أكثر مساء شاء الله بالخير يا هلا فيك أخي محمد طبعاً ما شاء الله شخصيتك مغامرة وتحبين النجاح والطموح وممكن سؤلفنا شوي ويبعض لكن ما شاء الله الواحد ممكن يعرف عنك الكثير سبحان الله أنا ريم العصفور بديت مشروعي وهو اسمي كلك وبرنت في سنة 2010 بعدما تنقلت في القطاع الخاص وشركات كثيرة وقتها صار عندي طفلين صار الوقت أني لازم أقعد في البيت وأجاب لهم وبدأت كمهوم بزنس في 2011 رحت في أحد المجمعات في الديرة وفتحتك محل ما ندعي أقول لك الصعوبات للي ما يواجه نحن نبي الصعوبات نعم لأننا ترى الصعوبات هي إشارات نجاح فالواحد يتكلم عن الصعوبة وليس يتكلم عن نبأسها وضعي خلقها بالعكس يتكلم بأن أنا تجاوزتها أكون صريحة معك أنا أقب بما بديت الإجراءات لكي أفتح المشروع مالي كان أقول أنا لو أدري من البداية أن هذه العقبات لم أكن أخذت التجربة لكن يمكن بفضل رب العالمين أنني لم أكن أدري فخلاص دخلنا البحر وخلصنا دورة المستددية دخلت فيها نعم بعد خمس سنوات من موجودي في المجمع وتطور الشغل لكن سأعرفك الشغل هو طباعة على كل شيء على الوراق على السراميك على أنا عندما بدأت فيها فعلت كل الأخطاء الكلاسيك التي تقوم بها أي مشروع صغير بدأت فيها أول خطأ فعلت في 2010 لقد قامت الموقع كنت تنزل برنامج وعن طريقة تقدر تخلق الفوتوبوك أو الكتاب مع الصور بدل ألفين صورة بالتليفون يظل معك كتاب مطبوع شغل قبل لا، لكن كان يظل كتاب جاهز كان طوال يديد كان طوال يديد على المجتمع الكويتي محد لخلق ينزل البرنامج فهذه كانت العقبة الأولى بالنسبة لي موجود بالأب ستور؟ قبل هذا لا، قبل البرنامج نحن نريد سهولة موجود بالأب لكي ننزل بالضبط نعم فأكتشفنا أن الناس تريد الإنسان تغراتيفكيشن يبدو أن الحين يحصلون شيء يشبع رغبتهم فدخلت في خط الطباعة الذي هو نطبع على الجنات ونطبع على الماكز وعلى الهدايا فهنا بدأ الوضع يختلف خذيت خط يديد وصارت تغيرة التكنولوجيا هذا الخطأ الثاني من البزنس تغيرت التكنولوجيا سقطت البرامج وظهرت كيف؟ فدخلنا في عالم آخر ممتاز فالتكنولوجيا لم ألحقت على هذه أسبقتني أسبقتني تكنولوجيا فأسبقتني تكنولوجيا قلت له خلاص احتفظت بالاسم كلك وبرنت واستمرت في مرحلة الطباعة بعد فترة أكتشفت أن أنا في محل في مجمع لكن يمكن 80% صار ورشة و20% واجهة نعم صغير والذي داخل صار كله مكاين 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 أزعاج مو زعاج صار صار عمل مصنعي صار عمل مصنعي صار عمل مصنعي نعم صار قرارنا لازم أترك المجمع والتجفة قاعدة سولف مع زميل كان يقول لي هناك مجمع في الفحيحيل فحيحيل فأنا قلنا درب نعم و بيتنا بكيفان نعم و المحل الرئيسي كان في الديرة كان في الديرة شارع السور ممتاز فأمي تقول لي شوديش فحيحيل نعم لا يهداش الناس يشتغل في شعيبة لا يهدان في فحيحيل بالمواني لا يخالف هناك مهندسات يخرجون العبدالي و ينزلون الوقت السيدني الموات يخافون فأنا قلنا لا يهدات الناس يشتغل في شعيبة فأنا قلنا بسيارتي قلنا بسيارتي و رح تشفت المجمع للأمانة المكان نظيف جدا السيكوريتي موجودين 24 ساعة كان وجودي ككويتية قاعدة دخل وطلع من المجمع بشكل يومي خرقهم متعودين على العمال مراقبة التعودة على العمال نعم يعني مكان صناعي فعلا بحت بدايت في الهي العامل الصناع تقدم لها و تعبي فيه تأخذها من شركة أجلتي لأن شركة أجلتي هي التي تدير المجمع تدير العمال هذه فتقدم حق الهي العامل الصناع للأمانة الإدارة التي تعمل معها يعني جزء متعاون معنا ككويتين في الهي العامل الصناع نعم لكن الدورة المستندية قاتلة نعرفها يعني شوية صرت حق التجارب بالنسبة لهم على قولتك أنا فخورة أن أكون إجراءات تعدلت عقبي نعم لأن أنت كنت أول إمرأة تقدم على هذا العمل في الأمانة كان فيه بنات قبلي داخلين بس يعني يدخلون ويطلعون ما ندري هالمكان ما يتشجعهم على الاستمرار لكن أنت كانت عندك إجراءات ثانية إيه يعني فكرة الطباعة موظفة ميزاها الله خير حطتني أنا وطباعة الجرائد نفس المكان فدخلنا بموافقة الداخلية وموافقة الإعلام والشهرين طوّل طوّلت السالفة فبعدها اختصروا الإجراء فقرروا أن الحرفة التي تدخل كطباعة تدخل بدون موافقة الإعلام والداخلية تم تعديل القانون عليك إجراءات ما رح أقول قانون إيه إيه فتحكين سهلت على غير الحمد لله يعني يهم الواحد يحس أنه سوى شيء بديت في واحدة واحدة بعد مرور سنتين قدمت على توسعة ويطلع فريق من هذه العامة الصناعة يكشف على المكان يقررون لك أن أنت تحتاج على حسب الأجهزة التي لديك والحمد لله اليوم وقعت على عقد التوسعة الله يبارك بي هذه قصة نجاح ونحن نريد أن الشاب المرأة والشاب الكويتي يستطيعون أن يفعل الكثير فما بالك بالمرأة يعني هذه كلها سويت بروحك يعني الحمد لله للحين يعني عندي دعم من أهلي بس اللي رح يبدأ اليوم وايد المجال عنده أسهل لأن وجود الصندوق الوطني لتنمية ودعم المشاريع الصغيرة هذا نقلة نوعية لما إحنا بدأنا كانت تجراءات وما كان أصلا صندوق موجود يعني تغيرت محافظة كثيرة والوزارة التجارة يعني سهلت الأمورات يعني صاحب السمو في إيراته أن يدعم المشاريع الصغيرة ومتوسطة يعني واضحة جدا إذا ممكن أقول مثلا مع الوزير الشؤون أستاذ هند الصبيح أنا حضرت فيها يعني حضرت الشؤون قبل وبعد وأقدر أبصم بالعشرة أن أكون إنجاز تغيرت جدا مع الوزير التجارة أستاذ خالد الرضال كذلك سهل لنواد إجراءات في نقلات نوعية قاعدين نشوفها لكن ما زالت الدورة المستندية هي أكسرت شوي يعني بتكسر بتكسر إن شاء الله لما تروح إذا ممكن أقولها بها طريقة أن للأسف عندنا الوزارات تتحرك كأنها جمهوريات مستقلة داخل دولة الكويت نعم فممكن أن تخلص إجراء في الشؤون تتفاجأ أنك لما تروح الداخلية يوقفك إياها لأنه يصبح أصعب نعم يقول لك لا يوجد اتصال لا يوجد تواصل لا يوجد تواصل يعني مركز الصديق مركز رائع جدا نعم شفتي والحمد لله نقلت ملفه هناك ويدر تحت لكن مثلا هنا الشؤون هنا الداخلية فأنت تخلص الإقامة من الشؤون تروح وزارة الصحة تسوي الطباع الصحي وإذا تكتشف أن من هنا تحتاج تروح الطباعين تسوي نموذج طلاب وترد مرة ثانية أما أنا الأوان لأننا نتيب كلكم حلقة واحدة خلاص ومثل ما ذكرت أنه يمكن أن يكون عملية الاتصال غير مرتبط مع بعضها لكن عندنا البواب الألكترونية يفترض بأنها تسهل كل هذا والحل الجراء تسهل أكثر مريم أعتقد التيم الموجود اليوم يشتغل مع وزير التجارة من خيرة شباب لكويت ويشتغل بإيدة وريلة لكن للأسف وإذا مسموح أن أقول هذه الكلمة أن هناك بعض من الموظفين الموجودين أخذوا على طابع الردم الحكومي القديم الذي هو هذا القرار هذا الموجود يعني أنا عندي مشكلة قاعدة واجهها في وزير تجارة قرر في يوم من الأيام وزير سابق أن يمنع كل الحرف من رخص الاستيراد مثل أنت فتحت مجال المشاريع الصغيرة ومتوسطة لماذا لم تسمحت لهم على الأقل برخص الاستيراد فأروح وزارة التجارة تقول لي لا ممنوع هذا قرار وقرار يتغير من الوزير ويمكن يعدل نعم يعني مو قانون تحتاج تصويت ومجلس الأمور أستاذ مصير وراء مطالبة مثل ما أنت سويت في أكثر من أحد من قبل لكن يعني يبقى الروتين الحكومي هو الحاكم والقاتل في الموضوع وبعدين ما شاء الله يعني وائد عندنا مشاكل تحتاج فساعات ممكن هالموضوع يسقط بالترتيب مرات يعني ما يكون من الوزارة كلها مثل ما قلت يكون فيه مثلا مجموعة من الموظفين مالا مخلق أو مفاهمين هذا العمل فإصعبونا وهو سهل إخاذ المشكلة يعني هالتي تناقش في ذلك مرة كنت في ضيافة وزارة التجارة وزاهم الله غير ما قصروا إن كونك موظف حكومي سواء كانوا في هذه العامة صنعية أو كانوا الخاص يعني إحنا لإيدنا بالنار على كولاتهم فلا توقفوا بضريجي لما أي حاول أطلع بحلول لا ترفضها لأن أنت ما تريد تغير القرارات مثلا لكن ان شاء الله تجاوزت كل هذا وقع نشوف بعض ناتج من أعمالك تقلت عندك الآن صار نسمي مصنع أو ورشة 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 تعمل وتسوي كل شيء لحد معين يعني أنا تعلمت شغل بيدي فلما بدأت المشروع بدأت أسافر وأحضر معارض وبعدين أروح المصنعين في الدول الأوروبية حتى ما رح أقول لك تعلمت من صين وشفتم هناك شون يشتغلون وتعلمت الصنع على أصولها حتى لما يغلطون لستاف عندي يعني أعرف أقول لا أنت هني غلط بالحرارة هني غلط بالورقة لأن أنا التي تعلمت الصنع اليوم نقدم أكبر تشكيلة من المجز في الكويت لا يوجد نفس المجز بأبسط شيء الموجودين على الطاولة هذه أشكالهم هذه ثلاثة من اللي عندنا نعم ما شاء الله أي اللي أقرب واحد على الفريم هو الكلاسيك موج الذي موجود نعم الذي نفس مالنا الذي نفس موجود الذي مطبعته لدينا نفس مالنا زع طبعي لنا ويبيل لنا حاضر من عيوني خلاص باشر إن شاء الله يصلك باشر وبعدين عندنا الموج اللي هو العاشرة آنس نسميه الأطول الأطول يبينون للنساء أكثر يحبون البنات لأن هناك أناقة أكثر في أناقة الأمريكان تصبح أكثر مثلا والثالث اليوم هم كاتبين عليه كتاب وفنجان قهوة نعم لكي يغطى لكي تقع تشرب وبراحتك ممتاز لكي لا يبرد نعم نعم فنقدم أكبر تشكيلة من الأكواب الكويت ومع الرسم مع الشكل والرسم نطبع لدينا منتجات تطبع ونبيعها في السوق كويت التشيرتات للأسف لا أستطيع أن أقوم بها اليوم كتبنا ممتاز وحتى المقات كلها ممتاز كويت كلها ممتاز سراميك وشغلنا لا سراميك للأسف نحن نضطر نبقى لأنه خاصة لكي يمسك الألوان لكن الشكل الأفكار يجب أن يكون كويت ممتاز بعدين لديك الفريم الذي هناك ننزل بثيم معين تخرج ننزل في آخر ثلاثة أو الأربعة بعد أن ننخلص من يوم الأم هذا الثيم لدينا السنة على قولاتهم The Product Product المتاز الرزنامة الرزنامة وتعاونت السنة مع بلوغر ونزلنا أم ممتاز الأمومة على فكرة تجعل الإنسان يصير مبدع جدا أكيد في أجندة كان ودي أجندة لا أتي بس مكوب عليها قهوال لا أريد أن تكون واقعي أكثر فهلا الفكرة أننا نحن كلنا مشغولين ونحتاج أن نرتب حياتنا نعم الرزنامة تجعل ست أشخاص ممتاز يعني كل واحد في مدرسة نعم فبنتي اليوم عطلت والدباتشري داوم نعم راح تداوم هي الأسبوعية هذه الرزنامة هذه الرزنامة يعني شلتة من طفويت أمزي أنا عندي لقاء تي في اليوم ممتاز راح عطلون أثنين هم هل يتعطل هني ممتاز كلها بالستيكرز أو عندنا ينبع معها ستيكرز ممتاز فيها أشياء التي تخصنا نحن بالكويت يعني مثلا سفرات وايد ممتاز أكتب لي من الطيارة هذا هو طيارات جناب ممتاز معزوم مثلا عندك عروس زوارة جمرية حلو ما راح أقول قهوة عرفت طبيب موعد تطعيم الأشياء اللي الواحد يحتاجها ممتاز خوش فكرة فبدالما تكتب بس تضع الستيكر تضع الستيكر ويتنبهك ماهو عندك اليوم الأجندة لما تفتحها تشوف الأسبوع كامل ممتاز فهم قسم نفس الطريقة وفيها يعني كل شخص أنا ويتسهل علي أحطها وحط مثلا شغلي يعني كوليم بروح شغلي مفصول عن حياتي الاجتماعية فهي شيء مختلف أكيد كما كل التجربة هذه تنصحين شاب وشابة بأن يمشون ويأتخذون طريقك أنا عندما صغرت بالعمر سيكون لديك الجرأة وأنك تبدأ تعمل في هذا المجال أحسن لك نعم هناك مجموعة من رواد الأعمال نعم تجمعنا بعد اللقاء الأول الذي سوى الوزير خالد الروضان في المكتب الوطنية كان عصف ظهني حق الرواد الأعمال وصار عندنا جروب الويتساب فيه فوق 150 واحد ممتاز لازم تشوف من راح الصديق ما شغال ما ستماقب لكن يكون عندك نفس طويل لأن الموضوع ليس سهل ليس فكرة أنك أنت راح تطلع مليون كيف يمكن أن أفعله بالواسطة هل العمل كان يحتاج أحد يبواسطة أو ممكن بكفاءته أو بأوراقه تقدر تسوي بالواسطة ذاتي لكن ينجح مثل أنت نجحت يكون عمل ناقص يمكن أن ينجح أكثر مني بعد لكن أنت ما شاء الله أثبتت هذه جداقة أنا الحمد لله لكن ما يفهمون مثلا إجراءات الحكومية أن اليوم أريد أن أخلص إجراء حكومي أريد أن أهج شغلي وأريد أن أخلص الإجراء هذا اليوم يصبح لدي تضرب في الإجراء هذا شيء مواضح لديه لكن ما شاء الله عمل جدا جميل وقصتك جميلة وإن شاء الله الكل تعطينا الدافع ممتاز إذا لديك كلمة خيرة أريد أن أريد أريد أن أريد شيء بعد عملها تعرفت على مصممة كويتية أنا أقول كيف نخلق الموبايل هنا تعرفت على مصممة كويتية شغلها جدا راقة من هذا الجميل في الموضوع أنها أم وقاعدة في البيت رسمتني أنا وعيالي آه ما شاء الله أريد أن أريد أن أم قالو لديed أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد أن أريد الشغل إلى ما سأريد أن أريد أم لا لديها المشترك للأدخاب الكامل بس أنا حبيت للدزاين لأنه راقير يعني يصل لمستوى الدزاينات العالمية الأجمل أنها أم وتفضل تقعد مع عيالها فكان مجال تعاون بيني وبينها أنه بعثي لنا إياها بالإيميل إحنا رح نطبع ونوصل هذا شغلنا ممتاز وفتحتي باب آخر وراح تفتحين أبواب كثيرة على مشاريع ليومها تمكن قاعدة بالبيت عندها شي تقدمة فتقدمة عن طريقك بشي جميل الكلام معك لا يميل وإن شاء الله يارب نقابلك مقابلات أخرى ونتكلم عن أمور كثيرة يمكن إن شاء الله في دراسة في مشاريع ثانية السعر المباركة فيك العافية الله عافيك سلمك بس أمكم أشكر لأخت ريم العصفور صاحبة مشروع مثل ما شفنا مشروع جدا ناجح ونتمنى بأن الحوار كان دافع قوي لكل شاب وشابة بأنه فعلا يقدر يستمر ويبني مشروع بنفسه